الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من أمرنا رشدا اللهم إلا نسألك الفقه في دينك والتوفيق لما تحب وترضى أيها الإخوة وصلنا في شرح عمدة الفقه إلى باب النذر وهذا الباب من الأبواب المهمة التي يكثر السؤال عن بعض مسائله وأحكامه ويظهر هذا في استفتاءات الناس وأسئلتهم فهناك من ينذر ثم بعد ذلك يسأل ما الذي يترتب على نذره وسنذكر في هذا الدرس أقسام النذر وحكم كل قسم منها وما الذي يترتب على النذر وما الذي يتصل بذلك من مسائل وأحكام أولا النذر معناه في اللغة الإيجاب هذه المادة في اللغة العربية تدل على معنى الإيجاب يقال نذر دم فلان أي أو جبقت له ومعناه اصطلاحا إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب عليه بأصل الشرع إلزام المكلف نفسه شيئا غير واجب عليه بأصل الشرع كأن يقول لله علي نذر إن شف الله مريضي أن أصوم ثلاثة أيام مثلا أو إن فعلت كذا فلله علي نذر ألا أدخل بيتك أو نحو ذلك من النذور وحكم النذر حكم ابتدائه اختلف العلماء في حكم ابتداء النذر فمنهم من ذهب إلى أنه جائز ومنهم من ذهب إلى أنه مستحب ومنهم من ذهب إلى أنه مكروه ومنهم من ذهب إلى أنه محرم وسبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في فهم النصوص الواردة فيها فإن الله عز وجل أثنى على المفين للنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا لكن أيضا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير حديث في الصحيحين فكيف نوفق بين النهي عن النذر وبين أن الله أثنى على المفين بالنذر ولهذا بعض كبار الأئمة توقف في هذه المسألة كابن تيمية على جلالة علمه وقدره توقف فيها والأقرب والله أعلم في حكم ابتداء النذر أنه مكره وليس محرما وإنما مكره وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وأقل أحوال النذر كراها ولا يمكن أن نقول لأمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مباح أو أنه مستحب فهو إما محرم أو مكره لكن رجحنا الكراها ولم نرجح التحريم للآية الكريمة يوفون بالنذر ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله قال هذا نهي كراهة لا نهي تحريم لأنه لو كان حراما لما مدح الله الموفين به في قوله يوفون بالنذر لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه فهذا القول قول وسط بين من يقول باستحبابه وبين من يقول بتحريمه فالأقرب والله أعلم أن ابتداء عقد النذر مكروه مكروه ومما يدل لهذا أننا لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا أو أنه ورد عن كبار الصحابة وعلمائهم أنه كانوا ينذرون مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف حلف عدة مرات بل أمره الله تعالى بالحلف في القرآن في ثلاثة مواضع لكن النذر لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا فالأقرب والله أعلم في حكم هذه المسألة أن ابتداء عقد النذر مكروه ما صيغة النذر إذا قال هلان النذر نذرا كيف تكون الصيغة ليس للنذر صيغة معينة بل كل صيغة يفهم منها إلزام الإنسان نفسه شيئا فهو نذر ومن ذلك أن يقول لله علي نذر أن أفعل كذا أو لله علي نذر أن لا أفعل كذا ويدخل في ذلك أيضا المعاهدة لله كأن تقول أعاهد الله أن أفعل كذا أو لله علي عهد أن أفعل كذا ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله يعني نذر لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين طيب هذا نذر ماذا النذر بالصدقة نذر طاعة يعني هذا الرجل في الآية الكريمة نذر نذر طاعة ومنهم من عهد الله يعني نذر لئن أتانا من فضله يعني نعطاني الله من فضله ورزقني لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ما عقوبتهم عقوبة شديدة فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يعني انظر إلى عقوبة عدم الوفاة بنذر الطاعة عقوبة شديدة وهي أن يلقى النفاق في قلب الإنسان نساء الله العافية إلى الممات يعني لا يوفق للتوبة وربما لا يشعر بهذه العقوبة وهذا من أشد ما يكون من العقوبات ولهذا أيها الإخوة فعلى من نذر نذر طاعة أن يفي به وإلا فإنه يعرض نفسه لهذا الوعيد الشديد المذكور في الآية فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون يعني إلى الممات بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وهذا يدل على شدة النذر ولذلك النذر أشد من اليمين انتبه لهذه الفائدة النفيسة التي قد لا تجد في كتاب أيهم أشد النذر أو اليمين النذر أشد من اليمين لأن النذر التزام لله وبالله بينما اليمين التزام بالله فعندما تقول والله لا فعلن كذا فأنت التزمت بذكر اسم الله تعالى الذي تعظمه أن تفعل كذا ولهذا أنت مخير إن شئت فعلته وإلا كفرت كفارة يمين لكن النذر أشد من اليمين فأنت تلتزم لله وبالله لله علي نذر إن شف الله مريضا أصوم فهو أشد من اليمين أشد مما قلت والله لإن شف الله مريضا أصوم لأنك التزمت لله وبالله ففيه معنى اليمين تعظيم الله عز وجل وفيه معنى الالتزام لله سبحانه فالنذر أشد من اليمين ولهذا الحلف على أمر طاعة الإنسان مخير إن شاء وفى بتلك اليمين وإن شاء كفر كفارة يمين لكن نذر الطاعة ليس مخيرا يجب عليه أن يفي بذلك النذر فانتبه لهذه المسألة قال المصنف رحمه الله من نذر طاعة الذي مهم فعلها ابتدأ المؤلف الكلام عن أقسام النذر وأقسام النذر خمسة نذر طاعة ونذر معصية ونذر المباح ونذر اللجاج والغضب ونذر المطلق لا يخرج النذر عن هذه الأقسام الخمسة نذر الطاعة نذر المعصية نذر المباح نذر اللجاج والغضب والنذر المطلق نريد أن نعرف معنى كل قسم وحكمه ومن الذي يترتب عليه القسم الأول تدأه المصنف بقوله من نذر طاعة هذا نذر الطاعة نذر الطاعة مثل ماذا مثل إن شف الله مريض فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أو أنا تصدق بكذا أو لله علي نذر إن حصل كذا أنا أفعل كذا من الطاعة هذا يسمى نذر طاعة حكمه يجب الوفاء به لهذا قال المصنف لزيمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه رجه البخال صحيح وكما ذكرنا أن عقوبة عدم الوفاء بنذر الطاعة أنها شديدة وأن عقوبته أن يلقى النفاق في قلب ذلك الناذر إلى الممات سأل الله العافية قال فإن كان لا يطيقها إن عجز عجز عن هذه الطاعة ومثل المؤلف لذلك قال كشيخ نذر صياما لا يطيقه إنسان كبير في السن نذر إن حصل كذا أن يصوم يوما وأن يفطر يوما لكنه كبير في السن لا يستطيع فما الحكم قال فعليه كفارة يمين فعليه كفارة يمين إذن إذا عجز عن نذر الطاعة فينتقل إلى كفارة اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين خرجه أبو داود والصحيح أنه موقوف على بن عباس رضي الله عنهما لكن العمل عليه عند أهل العلم قال المصنف رحمه الله ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمره نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فلابد أن يكون ذلك المشي في حج أو عمره لأن هذا هو المعهود في الشرع إذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي إلا إذا نوى مشيا في غير حج وعمره فالنيه مقدمة على المعهود ولكن لو كان في بلاد بعيدة ونذر المشي إلى بيت الله الحرام فعلى كلام المؤلف يلزمه المشي وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان في بلاد بعيدة لا يلزمه المشي إذا كان ذلك يشق عليه مشقة شديدة وإنما يركب ويكفر كفارة يمين وهذا هو القول الراجح وذلك لأن أخت عقبه بن عامر نذرت أن تحج ماشية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب وهذا نص في المسألة وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين ابنيه رجل كبير في السن يهادى بين ابنيه يعضد له ابناه أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار فسأل عنه فقيل يا رسول الله إن هذا الرجل نذر أن يحج ماشيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه فليركب لكن يلزم من فعل ذلك أن يكفر كفارة يمين وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجاء أيضا في أحاديث أخرى إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه هذا دليل على أن الأجر ليس دائما على قدر المشقة وإنما على قدر المصلحة والنفع من ذلك العمل بعض الناس يفهم أن الإنسان كلما كان أكثر مشقة كان أعظم أجرا هذا غير صحيح إن الله غني عن تعذيب هذا نفسك فالذي يقول أريد أن أحج ماشيا أو راكبا نقول أفضل أن تحج راكبا لأن أكمل هدي هدي النبي عليه صلى الله عليه وإن وإن على قدر ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص وما يترتب على ذلك العمل من المنافع والمصالح ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة بعدما صلى صلاة الفجر فوجد أم المؤمنين جويلية مثل حارث زوجته تسبح ثم رجع بعدما أضحى يعني بعد قرابة ثلاث ساعات قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لو وزنتهم سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمد زنة عرشه سبحان الله وبحمد رضا نفسه سبحان الله وبحمد مداد كلمات ثلاث مرات إذن قول هذا الذكر ثلاث مرات يعادل التسبيح من بعد صلاة الفجر إلى الضحى يعني إلى قرابة ثلاث ساعات هذا يدل على فضل الفقه في الدين وأن الإنسان بالتفقه والعلم ينال أجورا عظيمة على أعمال يسيرة طيب لو كان عند إنسان في الشتاء عنده سخانة ماء هل الأفضل أن يتوضى بالماء البارد أو يتوضى بالماء الدافي من سخانة الماء الجواب بالماء الدافي فنقول لا داعي لا داعي أن تعذب نفسك وعندك الماء الدافي إن الله غني عن تعذيبك نفسك فلا يتكلف الإنسان ذلك لكن لو كان الإنسان في البرية وما وجد ما يسخن به الماء وتوضأ بالماء البارد فهذا أجره عظيم وهذا هو إسباغ الوضوء على المكان إسباغ الوضوء على المكان قال فإن عجز عن المشي ركب وكبر المصنف قيد ذلك بالعجز ورجحنا أن ذلك لا يتقيد بالعجز وإنما بالعجز وبالمشقة الشديدة كذلك قال وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر كان ينذر شخص أن حصل له كذا أن يصوم سنة متتابعة وعجز أو شق عليه ذلك مشقة شديدة نقول صمها متفرقة لكن يلزمك أن تكفر كفارة يمين عن ترك التتابع قال وإن ترك التتابع لعذن في أثنائه خير بين استئنافه والبناء والتكفير يعني هذه امرأة نذرت أن تصوم شهرا ثم أتاها الحير أثناء الشهر ثم طهرت فهي مخيرة بأن تكمل أو أنها تعيد الصيام من جديد أو أنها تعيد الصيام من جديد فإن عادت الصيام من جديد فليس عليها كفارة أما إن أكملت فعليها كفارة قال وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه قال قال لله علي أن أصوم شهرين متتابعين ثم ترك التتابع لغير عذر فيجب عليها أن يستعنفه من جديد وإن نذر يعني صيام معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال هذا رجل نذر أن يصوم تسعة الأيام من الحجة ثم إنه أفطر في يوم منها يقول المؤلف أتمه أتم الصيام بقية الأيام وقضى يعني عن هذا اليوم الذي أفطر فيه وكفر كفارة يمين لاحظوا يعني الأحكام شديدة في النذر وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب وهي الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب إلا أن ينوي رقبة بعينها فيلزمه عتق تلك الرقبة هذا هو القسم الأول وهو نذر الطاعة القسم الثاني نذر المعصية قال المصنف رحمه الله عن هذا القسم ولا نذر في معصية يعني أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية فلو نذر إنسان إن حصل كذا قطع رحمه هذا نذر معصية أو إن حصل كذا لم يدخل بيت أبيه أو أمه هذا عقوق وهو معصية فإذا نذر نذر معصية يحرم عليه الوفاء بذلك النذر لكن هل عليه كفارة يمين أم لا هذا محل خلاف بين الفقهة على قولين القول 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 الأول يلزمه كفارة يمين وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات هذا المصطلح من المفردات ما معنى من المفردات نعم انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب مع ذاك المذاهب الأخرى على القول الآخر إذا القول الأول أن عليه كفارة يمين وهذا هو المذهب عند الحنابل وهو من المفردات والقول الثاني أنه ليس عليه كفارة وهذا قول الجمهور من الحنافية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابل استدل أصحاب القول الأول قائلون بأن عليه كفارة بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين اخرجه ابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد واستدل الجمهور وأيضا قالوا أصحاب القول الأول قالوا أيضا إن هذا القول وهو أن نذر المعصية فيه كفارة يمين هو المروي عن الصحابة فقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمراء من حسين وسمراء بن جندو ولا يعرف لهم مخالع واستدل الجمهور لقولهم بأن نذر المعصية لا كفارة فيه قالوا الأصل براءة الذمة ولم يرد ما يدل على أن نذر المعصية فيه كفارة يمين وأما حديث عائشة فضعيف قالوا ولأن النذر نذر معصية ارتكب إثما فعليه التوبة إلى الله عز وجل وليس عليه كفارة يمين والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو أن من نذر نذر معصية حرم عليه الوفاء بها لكن عليه كفارة يمين وحديث عائشة وإن كان ضعيفا إلا أن معناه مروي عن الصحابة كما ذكرنا روية عن عدد من الصحابة روية عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران وسمراء وهذا يؤيد هذا الحكم لو لم يرد في المسألة إلا ورود ذلك عن عدد من كفار الصحابة ولأن النذر نذر معصية لما ارتكب إثما بنذر المعصية فهو إلى الكفارة أحوج وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أن من نذر نذر معصية لا يجوز له الوفاء بها لكن يجب عليه أن نكفر كفارة يمين هذا هو القسم الثاني القسم الثالث نذر المباح أشار إليه مصنف بقوله ولا مباح مثال ذلك أن يقول شخص لآخر لما رأى مع سيارة جديدة قال لله علي نذر أن تركب هذه السيارة فهذا نذر مباح ونذر المباح يخير فيه بين الوفاء بالنذر وبين أن يكفر كفارة يمين نذر المباح يخير النذر بين أن يفي بالنذر أو أن يكفر كفارة يمين قالوا ولا فيما لا يملك ابن آدم يعني لا يصح النذر فيما لا يملك الإنسان لو نذر الصدق بمال غيره فإن هذا النذر لا ينعقد أصلا القسم الرابع من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب يسميه الفقهة نذر اللجاج والغضب وأشار إليه المصنب قوله ولا فيما قصد به اليمين ويسمى نذر اللجاج والغضب ليس بالضرورة أن يكون فيه لجاج وغضب لكنه غالبا يكون كذلك غالبا يكون كذلك ولأنه جاء في بعض الروايات لا نذر في غضب ومعنى هذا النذر أن يعلق النذر نذره بأمر يأتي النذر بصيغة التعليق ويقصد من ذلك النذر الحمل أو الحث عليه أو المنع أو التصديق أو التكذيب إذن يأتي بنذر بصيغة معلقة ويقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب كان يقول رجل لمرأته لمرأته إن خرجت للسوق فلله علي نذر أن لا أكلمك مثلا أو تقول المرأة لزوجها إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أتصدق بكذا أو أن أصوم أو أن أفعل كذا أو يريد الزوج منع زوجته من أمر فيقول إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا أو أن لا أفعل كذا فيقصد المنع أو يقصد الحث أو يقصد التكذيب أو التصديق أو أنه يتحاور مع آخر فقال إن كان هذا الخبر غير صحيح فلله علي نذر أن أصوم شهرين هذا يسميه الفقه نذر اللجاج والغضب والحكم في هذا يخير صاحبه بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين حتى ولو أتى بصيغة نذر طاعة يعني حتى لو قال إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم لا يعتبر نذر طاعة وإنما نذر لجاج وغضب فيخير بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين النذر الخامس النذر المطلق وسيأتي في آخر الباب في قول للمصنف وإن نذر بس حتى نجمع الأقسام وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين يعني النذر مطلق لله علي نذر وسكت أو قال أنا نذرت نذرا ونسيت ما الذي نذرت عليه ففيه كفارة يمين فأعيد هذه الأقسام مرة أخرى وسأطلب منكم الإعادة النذر خمسة أقسام النذر طاعة يجب الوفاء به القسم الثاني نذر المعصية نذر المعصية يحرم الوفاء به وفيه كفارة يمين على الراجح القسم الثالث نذر المباح يخير بين الوفاء بيه وبين كفارة يمين القسم الرابع نذر اللجاج والغضب يخير بين الوفاء بيه وكفارة يمين القسم الخامس النذر المطلق وفيه كفارة يمين من يعيده لنا مرة أخرى نعم فضل أربع صوت وتقف نذر الطاعة يجب الوفاء به الثاني المعصية يحرم الوفاء به وفيه كفارة يمين نعم الثالث نذر المباح يخير فيه بين الوفاء أو كفارة يمين الرابع نذر اللجاج والغضب لا يخير أيضا يخير بين الوفاء به وكفارة يمين الخامس النذر المطلق وفيه كفارة يمين إذا ضبطت هذه الأقسام الخمسة ضبطت النذر واح كاما وبهذا نعلم أن النذر لن يخرج سالما بدون شيء لابد إما أن يفي ما نذر عليه أو كفارة يمين لكن يخرج بدون شيء سالما لا غير ممكن ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لا يأتي بخير لأن أكثر الناذرين يندمون وإنما يستخرج به من البخيل يعني الذي ينذر في الغالب إنسان بخيل لا يريد أن يفعل الطاعة من نفسه وإنما لابد من إلزام لابد أن يلزم نفسه بالطاعة أو بشيء الذي نذره ولا يفعل هذا الشيء من تلقاء نفسه ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم البخيل فإذن ينبغي للمسلم أن يبتعد عن النذر إذا احتجت لأمر قل والله وقرنه بإن شاء الله لكن ابتعد عن النذر لأنك إن نذرت لن تخرج سالما أما أنت فيما نذرت عليه إلا أن يكون نذر معصية لا يجوز أو تكفر كفارة يمين طيب ثم قال المصنف رحمه الله ذكر الدليل لما سبق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله وهذا سبق أن تكلمنا عن هذا الحديث وقلنا من العلم من ضعفه ولا فيما لا يملك ابن آدم لا نذر في معصية الله هذا صحيح لكن كفارة كفارة يمين هذه الزيادة من العلم من ضعفها ولا فيما يملك ابن آدم لا نذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم هذا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله رواه أحمد وأبو داود وسنده حسن قال وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها يعني أتى بكلام فيه نذر طاعة وفيه نذر معصية مثلا أو نذر طاعة ونذر مباح يجب عليه الوفاء بنذر الطاعة لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل اسمه أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ويصم سبحان الله يعني انظر تصرفات الغريبة في كل زمان ومكان يعني ما الفأي دا من هذا نذر أن يقوم في الشمس ولا يستضل ولا يتكلم ولا يقعد ويصم فكاد أن يقوم عليه جاء في حر الشمس وصائم ووقائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه مروه فليتكلم وليستضل وليقعد ولو تم صومه اخرجه البخاري في صحيح فهذا الرجل جمع في نذره بين نذر طاعة وهو الصوم وبين ما ليس بطاعة وهو القيام وترك الكلام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو طاعة ونهاه عن ما ليس بطاعة وقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه ما الفائدة أن الإنسان يقوم في الشمس قائم ولا يستضل ما الفائدة ولذلك نهى النبي عليه وسلم عن هذه التصرفات لكن فقط الذي حثه عليه الصوم الصوم صحيح هذا أمر طاعة أما بقية الأمور ليس منها فائدة قال وإن قال لله علي نذره ولم يسميه فعليه كفارة يمين هذا هو القسم الخامس وهو النذر المطلق وقلنا فيه كفارة يمين النذر يفرق بين النذر وبين اليمين بأن النذر إلزام للنفس وأما اليمين فهو تأكيد الخبر بذكر معظم والنذر أشد من اليمين لأن النذر التزام لله وبالله بينما اليمين التزام بالله عز وجل ولهذا فمن نذر نذر طاعة لزمه الوفاء بذلك ومن حلف على أمر طاعة فهو مخير بين أن يأتي بتلك الطاعة وأن يكفر كفارة يمين طيب من نذر أمراً هل له أن ينتقل لما هو أفضل منه الجواب نعم ويدل لذلك أن ما جاء عند الإمام أحمد بسلد صحيح أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتى إليه وهو لما فتح مكة هنا في البيت الحرام في المسجد الحرام قال يا رسول الله إني نذرت أن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدسي ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا يعني في المسجد الحرام فأعاد عليه قال صليها هنا فأعاد عليه قال لي صليها هنا فأعاد عليه قال شأنك إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الرجل لأن ينتقل من العمل المفضول إلى العمل الفاضل أيهم أفضل الصلاة في بيت المقدس أو الصلاة في المسجد الحرام الصلاة في المسجد الحرام فلو نذر أن يصلي في بيت المقدس له أن ينتقل للصلاة في المسجد الحرام لكون الصلاة في المسجد الحرام أفضل طيب لو نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة هل له أن ينتقل الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم لكونه الأفضل طيب لو كان العكس نذر أن يصلي في المسجد الحرام هل له أن ينتقل الصلاة في بيت المقدس؟ لا إذا القاعدة له أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل لا العكس ثم قال المصنف رحمه الله كتاب الأيمان الأيمان جمع يمين وتسمى الحلف والقسم واليمين معناه توكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص مصدرا بحرف من حروف القسم توكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص مصدرا بحرف من حروف القسم وحروف القسم هي الواو والله والباء بالله والتالله والهمزة الله هذه حروف القسم لأربعة فإذا لا بد أن تكون صيغة القسم مقرونة بأحد هذه الحروف كأن تقول والله لأفعلنا كذا أو بالله لأفعلنا كذا أو تالله لأفعلنا كذا أو الله لأفعلنا كذا لكن لو أتى بكلام غير مصدر بحرف حروف القسم هذا ليس يمينا لو قال سبحان الله أو قال الله أكبر هذا ليس يمين حتى لو نواه يمينا لا بد اليمين أن تأتي بصيغة القسم لكن هناك أمور تجري مجرى اليمين تجري مجرى اليمين مثل ما ذكرنا في النذر فإن مثلا نذر المعصية فيه كفارة يمين النذر المباح إذا لم يفي به فيه كفارة يمين نذر الإجاج والغضو فيه كفارة يمين النذر المطلق فيه كفارة يمين أيضا إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا غير الزوجة ففيه كفارة يمين لقول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في نص الآية أن من حرم شيئا فيه كفارة يمين تحل هذا التحريم يحله كفارة يمين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم إلا تحريم الزوجة ففيه خلاف والراجح أن من حرم زوجته فهو على نيته إنه ظهارا فهو ظهار وإنه طلاقا فهو طلاق وإنه يمين كان يمين لو قال حرام علي أني أدخل بيتك أو حرام علي أني أدخل بيت فلان ما الحكم؟ نقول أدخل بيت فلان وكفر كفارة يمين فالتحريم إذن يجري مجرى اليمين كذلك أيضا الطلاق المعلق الذي لا يقصد صاحبهم الطلاق لا ينوي الطلاق وإنما يريد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيف وهذا يعني كثير عند العامة كان يريد أن يؤكد الإنسان أمرا من الأمور أتاه ضيف ويريد أن يلزم عليه وأكد عليه فقال عليه الطلاق أن تأكل ذبيحته هذا الرجل لم يقصد الطلاق ولا خطر بباله الطلاق لكن يريد أن يؤكد هذا الأمر هل يقع طلاقا؟ أكثر العلماء على وقوع الطلاق هو الذي عليه المذهب الأربع حنفية والمالكية والشافية والحناب في قول آخر قول الإمام بن تيمية أنه بحسب نيته إن نوى الطلاق هو الطلاق إلا منه الطلاق وإنما نوى فقد التأكيد لا يقع طلاقا ويكون فيه كفارة يمين وهذا هو القول الراجح وقد أصبحت الفتوى عليه في العالم الإسلامي الآن بلدان العالم الإسلامي علماء بلدان العالم الإسلامي يفتون بهذا القول قول ابن تيمية في هذه المسألة لأن فيها تيسير على الناس منتشره ودارجة عند العامة وهذا القول فيه تيسير على الناس بشرط أن لا يقصد الطلاق وإنما يقصد الحثة والمنع والتصدق والتكريم إذن هناك أمور تجري مجرى اليمين وإن لم تكن بصيغة القسم والأيمان من جهة حكم إيقاعها تنقسم إلى خمسة أقسام القسم الأول اليمين الواجبة وذلك عند وجود حق يجب إثباته ولا يثبت إلا باليمين إنسان يعرف بأن في حق لفلان ويعرف أنه لا يصدق إلا إذا حلف ولو لم يحلف ضاع حق هذا الرجل هنا يجب عليه أن يحلف هذه يمين واجبة القسم الثاني اليمين مستحبة كأن يحلف لأجل الإصلاح بين المتخاصمين والله أن فلان يحبك يعني يحبك بشكل في الجملة والكذب لأجل الإصلاح جائز فهذه يمين مستحبة القسم الثالث اليمين المباحة وهو أن يحلف على فعل أمر مباح أو يحلف على ترك أمر مباح والقسم الرابع اليمين المكروهة وهو أن يحلف على فعل أمر مكروه أو على ترك أمر منذوب إليه والقسم الخامس اليمين المحرمة وهي أن يحلف كاذبا وتسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار نسأل الله العافية الحلف بالله كاذبا هذه هي اليمين الغموس وإذا ترتب عليها اختطاع حق أمرئ مسلم ففي الغالب أن عقوبتها معجلة في الدنيا ولذلك ذكر ابن عباس في حديث القسامة عن ثمانة وأربعين حلفوا أيمانا كاذبة قال فما مر عليهم عام وفيهم عين تطرف كلهم ماتوا ما مضى عليهم سنة إلا وقد هلكوا جميعا فاليمين الكاذب أمرها عظيم وإذا ترتب عليها اختطاع حق أمرئ مسلم ففي الغالب أن عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة والقصص في هذا مشهورة ومتواترة قال من حلف ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله أو لا يفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين هذا بالإجماع هذا هو الحنث الحنث في اليمين معناه أن يحلف على فعل شيء ولا يفعله أو يحلف على ترك شيء فيفعله أي أنه يخالف ما حلف عليه فيكون قد حنث في يمينه فعليه كفارة يمين بالإجماع لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله من الله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني بما قصدتم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى آخر الآية إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه إذا قرنت اليمين بقول إن شاء الله لم تحنث وليس عليك كفارة قد هذه الفائدة إذا حلفت وقلت إن شاء الله ليس عليك كفارة ولهذا يقال لا يحنث فقيه قط لماذا؟ لأن الفقيه إذا أراد أن يحلف يقرنها بإن شاء الله وبذلك ليس عليك كفارة سواء تحقق ما حلفت عليه أو لم يتحقق ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وحديث صحيح وجاء في الصحيحين في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال سليمان والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة غلام يقاتل في سبيل الله ونسي أن يقول إن شاء الله فلم تلد أي امرأة إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان قال عليه الصلاة والسلام هذا محل الشاهد لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث لو قال إن شاء الله هذا لفظ البخاري لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته أدرك حاجته وولدت كل امرأة ولا من يقاتل في سبيل ولم يحنث لم يحنث في يمينه ولم يحتاج أن يكفر كفارة يمينه إذا انخذ هذه الفائدة إذا أردت أن تحلف قل إن شاء الله وبذلك ليس عليك كفارة سواء تحقق ما حلفت عليه أو لم يتحقق فإن قال قائل نبي الله أيوم قامت عليه امرأة لما تركه الناس ابتلي بالأمراض الشديدة مع الفقر إنسان فقير ومريض والناس يبحثون عن المصالح عن إنسان لهم فيه مصرح فتخلى عنه الناس كلهم لم يبقى معه إلا زوجته هذه المرأة الصالح وكانت كل يوم تذهب وتأتي له بطعام ذات يوم لم تجد فقصت شعرها قصت جزءا من شعرها وباعته لأجل أن تأتي بالرغيف لأيوب عليه السلام فسألها لماذا تأخرت أخبرته فغضب وحلف بالله إن شفاه الله أن يجلدها مئة جلده فلما شفاه الله عز وجل بقي كيف كيف يفي بهذه اليمين فأفتاه الله عز وجل قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث يعني الذي شمراخ فيه مئة عذق عذق النخل الذي فيه مئة عود من الشماريخ اضربها مرة واحدة به ولا تحنث طيب السؤال لماذا لم يؤمر أيوب بأن يكفر كفارة يمين لماذا لم يقول الله تعالى لو كفر كفارة يمين عن يمينك هذه وإنما أمره الله بأن يأخذ ضغثا ويضرب به مرة واحدة من يجيب عن هذا السؤال نعم نعم لا نعم لم تكن مشروعة في وقته وقت أيوب لم تكن كفارة اليمين مشروعة فلذلك أفتاه الله عز وجل بأن يأخذ ضغثا ويضرب به مرة واحدة لكن وقت سليمان كانت اليمين مشروعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولم يحنث قال أو يفعله مكرها يعني من أكره على عمل فحلف على أن لا يفعله يعني من حلف على من حلف أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله فليس عليه كفارة لأنه معذور بسبب الإكرار أو ناسيا حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومسلكه عليه وبعض العلماء يدخل حالة الإكراه والنسيان في لغو اليمين لا يؤخذكم الله باللغو في إيمانكم سيأتينا من كلام مؤلف أنه قول الرجل لا والله وبلا والله من غير قصر لكن بعض العلماء يقول وأيضا إذا حلف مكرها أو ناسيا والنتيجة واحدة سواء قلنا أنه يدخل في لغو اليمين أو قلنا لا يدخل ليس عليه كفارة في حال الإكراه أو في حال النسيان قال ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن يشترط لوجوب الكفارة أن تكون على أمر في المستقبل أما على أمر ماض ليس فيه كفارة لأنه لا يتحقق الحنث فالحلف على أمر ماضي قارن هذه اليمين ما ينافيه وهو عدم الحنث لكن إن كان صادقا حلف على أمر في الماضي صادقا لا شيء عليه أما إن كان كاذبا فيعثم وهذه تسمى ماذا اليمين الغموس يسمى اليمين الغموس فعليه التوبة إلى الله عز وجل قال ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليها هذه لغو اليمين التي ذكرناها قبل قليل كقوله في عرض حديثه لا والله وبلا والله ما يجري على اللسان من غير قصد هذا لا يؤخذ به الإنسان يقول إنسان هل تذهب لك لا تقول لا والله أو بلا والله أنت لا تقصد اليمين وإنما يجري على لسانك هذا من غير قصد فهذا لا شيء فيه لقول الله عز وجل لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا ورد في القرآن في موضعين ما هما أين الحفاظ نعم في سورة البقرة والماء إذا أحسنت لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم ما كسبت قلوبكم سورة البقرة وبسورة المائدة لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم ما عقدتم الأيمان إذن لغو اليمين هي ما يدري على اللسان من غير قصد كقول الرجل لا والله وبلا والله ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لكلام عن شيء من أحكام الكفارة وإن شاء الله نفتتح بها الدرس القادم بإذن الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر